ممكن كده دكتور عمرى عايزين نعرف من حضرتك ايه هو الفحص الدوري وليه مهم جدا لكل سيدة وكل فتاة خاصة الفتيات المقبلين على الزواج كلمة فحص دوري بمفهومها البسيط هو ان انا اروح للدكتور علشان اطمئن ان ما عنديش حاجة وده يختلف كثيرا لما يكون عندي شكوى واروح للدكتور علشان اقول له انا بشتيك الحتة دي بتوجعني او نحسس بمغس او نحسس بصداع يبقى انا هنا رايح اكشف على شكوى موجودة اما كلمة الفحص الدوري هو ان انا وانا طبيعي جدا من غير ما يكون عندي اي شكوى طبية او عرض من الاعراض اروح بصفة منتظمة سواء كل ست شهور كل سنة كل سنتين حسب المراحل السنية المختلفة زي ما هنتكلم لاحقا واعمل مجموعة من الفحصات اللي تناسبني سواء رجل او امرأة لكن احنا النهاردة بتنكلم على السيدات والبنات فاروح اعمل هذا الشكوى او الفحص الدوري علشان اطمئن ان كل الامور من الناحية الطبية الحمد لله سليمة ما فاش اي مشكلة طيب المقبلين على الزواج يا دكتور من الضرور ان هما يعملوا تحاليل للزوجة والزوج قبل الزواج دي الدولة قررت منذ فترة ان يبقى فيها حاجة اسمها فحص راغيب الزواج فحص راغيب الزواج ده بيشمل بعض مجموعة من الفحصات اللي المفروض انها تتعامل للمقبلين على الزواج ودي لها عدة مميزات زي ما هنتكلم في الفحص الدوري العادي بعد كده برضو فحص راغيب الزواج قد يكتشف بعض الامراض اللي ممكن تكون مش مدية اي اعراض للراجل ولا للبنت ولا في دي عيوب ولا في هو في عيوب شكلية بس تلاقي بعد الزواج يا دكتور ما بيحصلش حمل تظهر حمل او امراض ما هنقولها جنسيا مش لازم بس الحمل على فكرة يعني فرصة حدوث الحمل في بعض الامراض زي مثلا بعض التهابات زي التهاب الكابدي زي بعض الامراض الفيروسية اللي ممكن تنقل عن طريق العلاقة الزوجية يعني الزواج لو عنده التهاب كابد وباقي ممكن ينقله للزوجة البي ممكن يتنقل من خلال العلاقة الزوجية العادية وهي ما تعرفش انه عنده وهو ما تعرفش انه عنده بالزابط كده او يكون عنده مرض سكر او ضغط وهنا لازم نحط نقطة مهمة جدا وهي انه فحوصات ما قبل الزواج مش معناها ان الدولة او وزارة الصحة بتقول لهم اتجاوزوا او متتجاوزوش هي للمعرفة بمعنى يبقى داخل وهو مؤهل حتى لو عارف انه هي او هو عندهم او امراض مستعصية وقبل هو حر لكن ما يحصلش ارتباط ثم يكتشف هذه الامراض بعد الزواج وبعد ان يحصل انفصال مباشرة بالزبط كده طب يا دكتور امتى يبدأ الفحص الدوري لما يكون بعض السيدات او السيدات اللي دخلين على سن الاربعين احنا عارفين ان السن الاربعين ده مفترك الطرق مفيش ستة بتوصل لاربعين كلهم بيبقى ايه سبا وعشرين بص حضرتك كلمة الفحص الدوري لو نفكر فيها هي بتبتدي من والانسان جنين في بطن امه لما واحدة حامل بتروح للدكتور علشان تعمل متابعة حمل هي بتتابع فحص دوري للجنين بالصنار في مرحلة الطفولة اما بيروحوا للدكتور علشان يقس لهم طول الطفل ومعدل النمو وقطر الرأس ده فحص دوري للطفل اللي لسه عنده شهور وهكذا وحنستثني الفترة عشان نتكلم معلقة لاحقا لها بتاعة الحملة او تعاقر الحملة وكده هنقول الفحص الدوري بمفهومه الدارج اللي هو السيدات ما حول سن الاربعين او ما بعد فتء الزواج امتى تعمل ايه طيب الفحص ده يا دكتور ممكن يتعمل كل قد ايه هل كل ست شهور زي ما احنا عارفين ولا كل سنة مر المكونات تختلف لكل مرحلة سنية وحسب الشكوى بمعنى لو واحدة تزوجت ولسه في العشرينات ممكن اعمل لها مسحة عنق الرحم ده فحص دوري كل خمس سنوات الا حتى من سن العشرينات ما فيش مشكلة لكن هتتعامل مثلا كل سنتين او ثلاثة لو وصلت لسن الاربعين اشعة الثادي احد مكونات الفحص الدوري اكيد بنبتدي نعملها عادة مرة عند سن خمسة وثلاثين سنة علشان تبقى مرجع مرجع يعني ايه مرجع للطبيب لو قدر الله لو حصل حد في المستقر لما تبتدي تعمل الفحص عند سن الاربعين كل سنتين اقارن لو لقيت حاجة باللي كانت عاملها عند سن خمسة وثلاثين اشوف دي ودي لا ده الحاجة دي موجودة هنا وهنا خلاص انساها لا ده حاجة تدت تطلع جديد يبقى خلبي بها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة